اتقل من رسالة ملك وكتابة لرسالة القناة نفسها قبل ملك وكتابة كنت اقدم برنامج الاهلي اليوم استضافنا ما كانش فيه اي وسائل اعلامية اخرى تابع اندية كانت قناة الاهلي خدناها بقى حكر النادي عشان نقول عايزين وننفرد بالساحة بالعكس انا شخصية استضافت الدكتور عم منع معمارة قال ما يريده استضافت الدكتور كمال درويش استضافت الاستاذ صلاح منتصر وهو شيخ الاعلاميين والصحفيين وزمالكاوي تمام يعني وتد استضافت الاستاذ فهمي عمر ده اللي بذكره وكان الكابتن طه بصر عليه رحمة الله واحد من المحللين استوديو الاهلي التحليلي كان بيجي في الاستوديو الكابتن الحلمي طولان كان نضيف الكابتن مصطفى عبد 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 قريب ليه ليه نعمل كده عشان كنا نتيح الفرصة ان يبقى القناة الاهلي منبر للجميع هي دي المسؤولية منبر للجميع فلم نكن ولو كنا دعاة كراهية ما حضر احد من هؤلاء الرموز صحيح اطلاقا صحيح وما زلت اذكر لو عندنا يعني نقدر نجيب فقرات من الكلام ده شوف الاستاذ صراح منتصر ما جاء شوف الاستاذ فهمي عمر واللي كان كيف تذكرتموني احنا اول ناس بعد فترة طويلة شيخ الاول واحد قال الدوري العام في الازاعة ساعة سبعة كان يجيب لك ملخص الدوري العام التعليق على مباريات الدوري العام احنا احنا الحقيقة كنا بنقولها لانه كنا شعارين ان احنا احنا بتوع يعني احنا احنا الشاشة التي ينبغن يطل عليها الجميع ما كانش في غيرنا وانا اعتقد استمتعته حتى طوال كل برامج قناة الاهلي وما زلتوا بتتابعه الانضباط المسئولية الحفاظ على صورة النادي لان هي قناة الاهلي انعكاس لمبادئ وتقاليد النادي الاهلي واعتقد تذكره في رمضان قبل ايام استمتعته بعرض كابتن وسامة حسني في برنامج رياضي انسان اجتماعي رائع رد الجميل وشفت رموز الكرة المصرية والرياضة كلها على شاشة الاهلي اللي ستظل دائما وابدا حريصة على تفعيل المزيد من العلاقة بين النادي الاهلي والاندية الاخرى الشقيقة اشتركوا في القناة